المشهد السياسي العراقي يشهد إرباكاً واضحاً وإن كان هذا الأمر قد اعتدنا وتعودنا عليه من سنوات ولكن تحديداً بعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن ولقايه بعدد من المسؤولين الأمريكان والرئيس الأمريكي تثار اليوم هناك عدة تساؤلات وأيضاً هناك مخاوف من بعض القوى والأحزاب أن الكاظمي ممكن في المرحلة المقبلة أن ينتهج سياسة قد تضر ببعض من هذه القوى وبالذات القوى التي تخاف أن تفقد امتيازاتها ومنافعها التي احتكمت على حلقاتها وعلى هذه المنافع خلال السنوات السابقة في الجانب الآخر هناك جدل لم ينتهي حتى هذه اللحظة حول قانون الانتخابات وهناك من يمن النفس باستعادة هذا القانون لإجراء بعض التعديلات عليه نتيجة يعني ضيق الوقت الذي رافق قانون الانتخابات والدوار المتعددة وكيفية تقسيمها ودخول أيضاً الأمم المتحدة على الخطف هذه التعديلات السورة الثالثة في المشهد السياسي العراقي هي عودة الاحتجاجات وبقوة أكبر مما كانت عليه في بدايات تشرين من العام الماضي وحرق لمقرات الأحزاب وبالذات في محافظة الناصرية وفي محافظة البصرة في رسالة واضحة وخطيرة تهدد بمواجهة قد تحصل وقد لا تحمد أقباها وفي المقابل أيضاً قابلها الكثير من عمليات الاغتيال والقتل بشكل علني وواضح